شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد أمس في نيويورك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم الاتحادة إلى الجمهورية اليمنية وقد أكد الاجتماع الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وعلى همية التواصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 مطالبا بضرورة مواصلة جهود السعادة الأمن والاستقرار في اليمن اشتركوا في القناة